الدولة الحقيقة بتوفر كل أنواع العلاجات يعني بشكل الحقيقة مش سهل توفره في كثير من دول العالم أنا الحقيقة يعني كان ديال الحظ أن أنا أشتغل في دول غربية أنت في مصر الحقيقة لما بتحتاجي تعملي أشعة أو تحليل أو حاجة زي كده لا الأمور عندك سريعة عندك توفر في الأجهزة لكن برا الحقيقة أنت بتحتاجي أسابيع وشهور عشان تحصلي على نفس الخدمة في معادة الطوارئ يعني لأن في كثير من الناس بتجلدنا أو بتجلد الأداء لا لا الأداء المصري على أفضل مستوى وكنا في أزمة كورونا اللي كانت كاشفة للقطاع الصحي في كثير من دول العالم مهم جدا يا دكتور نحن نعمل مقارنة في هذا القطاع الحقيقة أنت إحنا هنا ما كانش عندنا مفضلة ما بين كبار السن والصغار السن أنت كنت بتوفر دواء الرامدس فير اللي تعطاها الرئيس الأمريكي من أول يوم الرامدس فير كان موجودة الأجسام المناعية كانت موجودة تقمت بتصنيع دواء المولنو بيرافير اللي هو الدواء الخاص بكورونا على فكرة الدواء ده متوفر في مصر بس أنا شايف أنه ما خدش حظ من القاء الدوق عليه موجود بالمجان في القطاع الصحي الحكومي وموجود بتسعير جبرية داخل الصيدلات المصرية ده الدواء هو والبكسوفيد الوحيد الموجه للكورونا يعني هو لا يستخدم في أي شيء آخر غير الكورونا ده لعلاج الكورونا ده لعلاج الكورونا فالنهار ده بقى فيه علاج للكورونا موجود في مصر يعني بقى عندك صناعة دوائية مدينة الدواء التطايمات اللي حصلت فالأداء المصري اللي تم في هذه الأزمة يعني كان كاشف عظيم يعني كان فيه إدارة أزمة كان فيه دولة وفر قد إيدي يا فندم على المواطنين وعلى الدولة لو كلمنا من ناحية المالية الرسيل الكالو على الأقل في السنة بيكلف أكتر من خمسة مليار المراكز الأولية وجودها المراكز الأولية التطعيم اللي هو الكشف المبكن عن الأورام التطعيمات الوقائية ده بيوفر أرقام مالية على الدولة وعلى المريض بس لو نظرنا إليها فقط من الجزء المالي هو جزء المالي ده لصالح الدولة لكن هو في النهاية الدولة مسؤول عن كل مواطن أنت في مصر على فكرة جو مصر جو أسري يعني ده أنت ما بتشوفوش في أي حتة في الدنيا يعني حتى اللي أنت ما بتعرفوش أنت بتتعامل معاه بتحتويه فيه نوع من المواد ده فيه رحمة فيه شيء ما فيه الأجواء المصرية عشان كده كل الناس حتى اللي بتهاجر بترجع مصر لأجواء مصر يعني مصر دي حاجة حالة خاصة بيس موجودة في أي حتة في العالم